موسيقى فيما يخص الألزايمير في المغرب يتحرك أن هذا المرض يصيب عدد كبير من المغاربة والدليل على ذلك هو الاتصالات المغاربة اللي دايما معي على الخط وكذلك علاقتي مع الجمعيات اللي الآن موجودة في المغرب أنت على الألزايمير بما فيها الجمعية ديال الصورة الجمعية الإنزقان الجمعية الدربدة الجمعية المراكش الجمعية الطانجة كان مجموعة الجمعيات في المغرب اللي تحاولون الآن أنهم يهتموا بالمرضاء الألزايمير بالعائلات الألزايمير لكن لا يوجد في المغرب البحث في هذا الميدان لا يوجد الغريف في الأمر أن هذه الجمعيات تديروا أكثر من الجهة لكي يبينوا بأن رعدنا في المغرب أعداد كبير المصابين المرضى الألزايمير إلا أن مؤخرا صاحب الجلالة أعطى المطلاقة للمركز على مكان المستشفى الذي سيهتم بالمرضاء الألزايمير الذي سيكون المستشفى يومي هذا ما موصل لي من الخبر وهذا شيء جميل لأنه يبدو بهذا اسمته لكن فيما يخص أن يكون البحث في المغرب في الألزايمير أو يكون الاهتمام ولم يكونوا عارفين ما لدينا مريض في الألزايمير حتى لو لم أعرف لأن الدول كيف تدير البحث قبل أن تدير البحث تدير المسحة الخريطة المغرب كله أنه يجب أن نعرف عادة المرضى التي لدينا أولا ما الذي تديرها؟ تديرها الناس المختصين في هذا الميدان تدير الإحصائيات في الأمر أن الناس المختصين في الحصائيات في الطيب لكن لا يوجد لدينا أي سنتر الذي سيجمع هذه الألزايمة من مختلف المدن وتديرها في واحد وينشروا بأن لدينا عدد المصابين ويصيب الناس من 60 وفيهم الناس تأتيهم وراتي هنا المشكل لأن المريض الألزايمر إلاجه وراتي يستطيع أن يصيبه في السنة هو صغير يستطيع أن يضربه لألزايمر 28 سنة فهذا العائلة المساكين الذين لديهم وراتي لا يعرفون ما هو ألزايمر لا يعرفون سألزايمر لا يعرفون متفاق لا يعرفون سيدي الله ما يستطيع أن تحمل يملك وأن المشكلة لا يعرفون السنة لا يعرفون لا يعرفون هذه أخطأ الكبيرة مريض الألزايمر يجب أن تتعاملوا كأنه كما كنت تتعاملوا من قبل وتزيد تعطف عليه باللحانة لأنهم يحتاجون للحانة أكثر والعناية أكثر أنا أعرف أن العائلات يترهقون معهم معناها كإرهاق فيما يخص أن يكون لديهم هذا المرض في الدار لكن هذه الناس يجب عليهم متابعة من طرف أطباء نفسانيين لأنهم يطيحون في ديبريسيون نحن لا متابعة للعائلة لا مساعدة للعائلة لأن الدوات يدير ألف ومئة درهم في الشهر الذي لا يقدرون أن يخلصوا العائلات يعني لا أفهم ما هو النوع التغطية الذي يعدها في المغرب لا يمكن أن عائلة فاقيرة تعطي ألف ومئة درهم في الشهر المدخول سميكتان عرفه ما هو كان عائلات التي لم يكن لديهم خدمة لا تعاجل إذن لا بد أن يكون إما مستشفيات مختصة لهذه الناس إما ديسونتر مختصين لهم وكونوا هذه الناس تحت المجموعة المختصين التي يأخذوا بيدهم لأن عائلتهم لا يقدروا وخاصة ما هو ودن بأحد يوصل خمسة وستين سنة واجه هذا المرد ومسكين لا يعقل على أولاده لا على مراته لا على عائلته حتى إلى أنه كان موظف بسيط ووصل خمسة وستين واجه هذا المرد ما هو حل يبقى وقعه في المنطقة وفي المنطقة لا أعطى الناس لا يجب أن تقديموا لا يجب أن يتكلم تغالب الله إذن لنجب إعادة النظر فيما يخص نعرف ما هو حل عندنا وهذا مسؤوليتي الوزير الصحة أنا ليس مسؤولي شي واحد أخر رجتي وزير صحة وزير صحة قبل ما يدير أي خدمة في البلاد البلاد كلها تخدم يجب أن يعرفها نوع الأمراض التي في المغرب بكثرة عندما تعرف نوع الأمراض التي في المغرب بكثرة هذه هي التي يجب أن تعطيها الأهمية والأولوية لتدويها لماذا؟ لأنها هي التي تسقطتها الأولوية وتعطيها الصلاحية وتعطيها الميزانيات السؤال المطروح هو أن تدخلوا على المغرب مثلا تعرفوا ما لدينا كم عدد المرضى التي لدينا لديهم كمثال مرض السل مرض سميته هناك بعض إحصائيات في بعض الميدان وذلك لا لدينا كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة